السلام عليكم اليوم رح نعمل الاس حلويات بطريقة سهلة جدا رح نعملها من دون فرن بطريقة ولا اروع احبائي بس اول شي فجرولي هيدا الفيديو كتير لايكات اذا عجبتكن فكرة اليوم بتمنى تعملولا شير عكل صفحاتكن للكل يستفيد طريقة ولا اروع احبائي يلا لنبلش بالبداية انا عندي كوب ونص من السميدة النعمة بالعادي نحنا وقت نعمل الكنافة بس الكنافة اللبنانية بتنعمل بالسميدة بالفاركة هلا بتشوفوا كيف حطينا اذا كوب ونص من السميدة انا استخدمت هيدا الكوب لانه تقريبا متوفر عند الكل وبنفس الحجم حطيت 3 معالق من السكر نص كوب من السمنة البلدية او فيكن تستخدموا السمنة النباتية او الزبدة نص كوب من الزبدة كمان بيمشي الحال متل ما شايفين رح اخلط كل المكونات بقلب بعضا لحتى طبعا تتشرب لسميدة كل ياتا من السمنة طبعا هون انا السمنة مزابي انا دوبتا بنفركن كتير منيح بقلب بعضا رح نزل عليهم ربع كوب من الحليب الساخب لازم يكون عندي الحليب ساخن وصلت لهيد النتيجة وقت تصير معي العجينة بهيدا الشكل بتكون زابطة هلأ رح نمدة بصينية متل ما شايفين متل ما قلت لكم اليوم رح نعملها من دون فرن طريقة رائعة لانه اكيد مش الكل عندهم افرام بالبيت هلأ شو رح اعمل رح شيل العجينة وحطها على الغاز من فوق بحال بدكن تعملوها بالفرن بتحطوها بالنص بتشعلو الفرن من تحت على درجة حرارة احباقي مية وسبعين بس هلأ قبل ما نحطها على الغاز بدي اتركها ترتاح شي عشر دقايق بهيدا الوقت انا رح حضر القطر عندي كوبان من السكر بالاضافي لكوب من الماي رح نعطيهم تقليبة خفيفة احبا اذا كنتوا جداد عندي بالقناة وحبيتوا المحتوى وحبيني يصلكون كل جديدة نزلوا هلأ لتحت لاسفل الفيديو كبسوا اشتراك وفعلوا الجرس اتبسوا على كلمة الكل بهيدي الطريقة بتكونوا نضميتوا لعيلتنا الكبيرة ويا اهلا وسهلا فيكم هون بعد ما سخن عندي سخنت الماي عندي عصارنا عصرة خفيفة من ليمون الحامض وبانتظار انه تغلي مع الماي كتير منيح لمدة عشر دقايق وبعد عشر دقايق بضيف عليهم شوية صغيرة من ماء الزهر وبطفي تحتهم هلأ ضفت ماء الزهر وبطفي تحتهم ليه طفيت تحتهم بعد ما حطيت ماء الزهر مفروض انحط ماء الزهر اخر الشي طبعا كرمية الاحباقي ما يتبخر ماء الزهر وتروح تعمتوا هوني انا حطيتها على النار بهيدا الشكل على الغاز من فوق بعد ما ريحتها للعجيني تقريبا خمس دقايق لعشر دقايق وبصير بعملها بهيدا الشكل لحتى تنشف معي العجيني على الآخر بالفرن بتاخد تقريبا عشرين دقيقة على الغاز بتاخد من ثلاثين لخمسة وثلاثين دقيقة هوني طبعا اخدت معي أربعين دقيقة عزبت على الغاز من فوق نشفت معي كل ياتا طبعا اليوم الوصفي لكل الناس وصفي متل ما شايفين كتير بسيطة وكتير سهلة في ناس بتستصعبها بتقول انا ما في اعمالها لانه ما عندي فرن بالبيت اليوم قدمت لكم هيدا الطريقة لحتى تعملوها من دون فرن متل ما شايفين نشفت عندي كتير منيح وصارت عندي بهيدا الطريقة الخطوة اللي بعدها مفروض انه نطحن اه نطحنو بقلب البلندر رح ننزل الفريق بقلب البلندر الفريقي متل ما شايفين او فريقة الكنافة وراح تبعا نطحنو كل اياتهم على مراحل لنخلصو كل اياتهم هون طحنطن كتير منيح متل ما شايفين هايد المرحلة كتير كتير مهمة وكتير ضرورية هون بعد ما طحنطن كلهم المرحلة اللي بعدها احبائي كمان هي مرحلة بتكمل الطحن ومفروض يتنخلوا بعد ما طحننا هون لانه اكيد هيدل في تكتلات في هون مفروض اذا يتنخلوا احبائي كتير منيح لانه هيبقى تكتلات مش لازم نشتغلها او نحطها بمزيج الكنافة او مزيج الفريق الفريق اللي راحنا بدنا نعملها للكنافة المفروكة متل ما شايفين صارت عندي بهيدا الشكل بعد ما نخلتها كل اياتهم رح نحط عليهم ماء الزهر بالاضافة لماء الزهر رح ننزل تلات معالق من الماي اول شي رح نحط ملعتين ورح نخلطن كل اياتهم بيقلب بعض طيب شو دور الماي دور الماي كرمال العجينة معي ما تفت وقت نحطها على النار يمكن تاخد معكم اربع معالق مش مشكلة لو زدنا كم ملعة زيادة ما يمش مشكلة المهم انه نوصل لهيدي المرحلة وهيدي الاخر ملعة حطيناها يعني تقريبا انا حطي تلات معالق كبار هلا على جناب انا جهزت صينية اللي بدي اعملوا فيها ودهنتها بالسمنة برجع بذكركم اذا ما في عنكم سمنة فيكن تستخدموا الزبدة بس استخدموا زبدة تكون نوعيةها منيحة احبائي لحتى نحصل على نكهة كتير طيبة للكنافة هون دهنها بالسمنة متل ما شايفين وهلا رح نزل المزيج اللي انا حضرته تدريجيا بهيدي الطريقة متل ما شايفين طريقة ولا ابسط من هيك طريقة كتير سهلة لو اخدت معنا شوية وقت بس اكيدة حتكون حضرنا شي كتير طيب لعيلتنا شفتو شوي شوي منبلش نحطها بهيدي الطريقة ومدينيها ونتأكد انه تكون نتمدد بطريقة متساوية على كل الميلات هلا بالنسبة للجبنة بالعادي نحنا بنعمل الكنافة بالجبن العكاوي الجبن العكاوي بتيجي كتير مالحة فمنحنا منقطعها ومنحطها بالماء لمدة 4-5 ساعات بس بما انه كتير ناس ما رح تعرف شو هي جبنة العكاوي بالدول العربية كرمالك انا رح استخدم جبنة المسترلا بما انه متوفرة عند الكل استخدمت جبنة المسترلا ومتل ما ملاحظين هون على الجوانب هلا وقت حطها على النار بس تحمر عندي الجوانب يحمروا بتكون عندي تحمرت من تحت بس انا بدي دور الغاز من العينتين حطها بالنصب هيدا الشكل كرمال الجوانب هن اللي يحمروا اذا حطيتها مباشرة عغي على عيني واحدة رح تحترق من ميلي واحدة فبهايدا الطريقة انا بتهون علي العملية بتصير الطريقة كتير سهلة والجبنة وقت تسخن معي يسخن معي المزيج اللي فريك اللي انا عملته رح تدوب الجبنة كلية متل ما شايفين شفتو حمرت كلها على الجوانب طريقة ولا ارواع احبائي من هيك ولا اسهل من هيك وهون طبعا ما شاء الله خلصتها طالعة رهيبة ريحتها بتشق القلب هون طبعا القطر انا عم نزله وان شاء الله رب هيدا الطريقة تكون كتير حلو حبيتوها انا بحبكم كتير بوسات كتير كتير كتبير رح اشتقلكم للفيديو القادم الى اللقاء كتير